صورة أخرى للنيران والضحايا تضاف إلى صور من المعاناة والإهمال في مشهد يشتعل غضابا الموقع هذه المرة هو الجنوب الحدث كارثة أو قل إن شئت فاجعة إنسانية والفواجع تمتد من الأسباب إلى المآلات انفجار صهريج للوقود في منطقة بنت بي في الجنوب يفضي إلى وقوع وفيات وعشرات الجرحى في حصيلة مرشحة للإزدياد مرارة هذه الصور لا تقل عن مرارة محاولات تقاسم الضحايا بين المقاسمين في الحكم والسلطة بعد إعلان الحكومة إرسال ثلاثة طائرات للقن المصابين من سبهة إلى طرابلس لتلقي العلاج نتائج الرحلة أبت إلا وأن تمتزج بالسياسة كل الفرقة الطبية والطائرات التي أرسلناها من مطار معتيجة إلى مطار سبهة الحقيقة تم اعتراضها في مطار سبهة ولم يسمح لها بعملها لمساعدة المصابين في هذا الموضوع المنع هنا جاء ممن يسيطر على مناطق الجنوب لما بدى وأنه سباق لغاية لا تبدو مجهولة رغبة الحكومة المكلفة من البرلمان بنسب فضل نقل الجرحى للعلاج في بنغازي لإجراءات اتخذتها قابله تأكيد من إدارة التوجيه المعنوي لما يعرف بالقوات المسلحة أن عملية النقل تمت بأوامر من خليفة حفتر المشهد العباثي لم يكن مجهونا لدى المعنيين والمكلومين إذ نعبر عن استياءنا اتجاه التعامل مع اغتوار هذه الأزمة ومساعدة المصابين في هذا الحدث الجلل وذلك من خلال اجتداد الخلاف بين الحكومتين والذي يدفع ضريبته المواطن الجنوبي تحدث عميد بلدية بنت بي عن تهميش الجنوب وخروجه من حسابات الحكومات القائمة والمتعاقبة وحملت جهات الأمنية وشركات الوقود مسؤولية الحادثة أهالي ودعت بطالب بالاهتمام بالمصابين واعتبروا أن سبب الكارثة هو نقص الوقود ولجوء السكان إلى السوق السوداء التي تتحكم بهم مكونات الوادي الأبيض أشاروا إلى ما اعتبروه السبب الوحيد والرئيسي وما حدث اليوم وما هو إلا نتيجة المعاناة والاحتياج الشديد للوقود من بسنوات عديدة رغم الإلحاح والمطالبة لجهات الاختصاص أكثر من عشرين مصاباً الآن في مستشفى الحروق في ترابلوس وأخرين في بنغازي وما زال البعض في مستشفيات سبهة وبنت بية وتعمل الحكومة الآن على نقل البعض منهم إلى تونس لتلقي العلاج إجراءات لا تبدو مقنعة لدى أهالي الجنوب الغارق بالأزمات الخدمية والأمنية ماذا ستسمع نبرة العتاب والألم المغمورة تحت وطأة الأزمات السياسية في الجنوب الحزين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر